السلام عليكم سيدات والسادة النواب والمستشار باسم الحزب الشراكي الموحد نساهم في مناقشة قرار سويت البرلمان الأوروبي على إدانة المغرب أولا نود التأكيد على أن المغرب دولة ذات سيادة دولة مستقلة بقراراتها لا يمكن إلا أن ندين تلقي أوامر من أي جهات خارجية ولكن في نفس الوقت يبقى المغرب حريث على علاقته الدولية المتميزة وخاصة مع الاتحاد الأوروبي الذي منحه سابقا صفة الوضع المتميز في الشراكة المغربية الأوروبية ولكن شراكة نريدها رابح رابح وليس علاقة تبعية واستعمار جديد ثانيا نحن لا ننتظر دروسا من أحد لضمان الحقوق والحريات ببلادنا حيث أنا الأول لمناقشة قانون العفو العام للعفو عن معتقل الحراك الشعبي بالريف وتطبيق توسيات هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل تحقيق كامل للحريات بما فيها حرية التعبير والرأي لخلق مناخ الثقة والانفراج وتقوية اللحمة الوطنية المواطنة من أجل تقدم بلادنا وصيانة استقلال قرارها وكرامة مواطناتها ومواطنها اشتركوا في القناة